أهلا وسهلا فيكم اليوم في الحلقة الثانية من الأسرار لتسوق في كندا سنحكي عن البرنامج الثاني اسمه Flip هذا أب من الآبات المشهورة اللي بعطيك الفلايرز الفلايرز هي عبارة عن التخفيضات أو الجرائد التخفيضات اللي ممكن تلاقيها هذا بعطيك إياه بشكل إلكتروني هلأ حنحكي عن هذه الواجهة الرئيسية موجودة على الأب ستورز وعلى الآيفونز زي ما حكينا هون بتشوف في تحت في البراوزرز اللي هو بتشوف في الديلز هاي الشغلات اللي ممكن تلاقيها وأسعارها فعلا رخيصة في كل إشي في الأسواق السيرج هون هذا هذي شغلة مهم السيرج هلا مثلا أنا بدي أشتري بيض بكتب ايكز بطلع لي أرخص أسعار للبيض أو اللي عليها الديلز الآن في السوق زي ما انتو شايفين هذي السوبر ماركتات والأسعار اللي عندها في عندي بس شغلة مثلا بلاقي كل إشي موجود في ايكز مثال هون في زي ما انتو شايفين هذا بنروح على شغلة ثانية مثلا ميلك ميلك الحليب زي ما انتو شايفين هاي الأسعار تبعت الحليب الموجودة اي اي شي بدك تعمل عليه سيرج بتلاقيه بنفس بالسعر رخيص هلا بنا نشوف مثلا السوبر ماركت نفسه الولمارت ندخل على الولمارت بتطلع هاي الفلايرز تباعهم بشوفوا كل إلكتروني مثلا العنب رخيص سعره بدي ايه بحط بحطة لي وبعملي لحاله كلب هلا بورجيك وين بروح هاي الكليب مثلا اليوغورت هذا بدي مثلا الجزر اي حاجة ممكن نضيفها الايس كريم هذا بدي هاي الشغلات وباخدها خلاص بتصير عندي في الكليب الان لو رجعنا نشوف محل ثاني مثلا اسمه فرشكو هذا سوبر ماركت ثاني برضو رخيص مثلا العنب عنده نفس السعر والله انا شفت عنده مثلا البندورة او الطماطم سعرها رخيص بحط عليها كليب هلا بورجيك وليش هلا بروح على اللست شايفين اللست ورجعني كل اشي هون انا حاطت عليه مثلا اللي غريب محطة لهاي قديش انها هلا انا عامل لست قبل هيك من فود بايزيك وعندي لست من فرشكو وليست من وولمارت عشان ما اروح على الثلاث محلات هدول بروح على واحد منهم اللي هو وولمارت فرشكو نفس الاشي بعمل بيد برايس اذا نفس البرودكت ونفس الماركة هلا الخضار والفواكه ما في عندك مشكلة لانه ما في عليها بران نيم بس الشغلات التانية لازم يكون عليها مثلا هذا الايس كريم انا شفته في هون تنين وتمانية وتمانين اليوم كان في وولمارت سعره اربعة دولار وعشرين سنت فانا هيكت بوفر حوالي دولار واربعين سنت او ستين سنت واريفر في هذا الايس كريم بس بروح على الكاشير بورجي هذا الاب بورجي سعره غاد دايريكت هم بنزل السعر لما يحاسبني اليوم مثلا نفس الاشي هلا لازم يكون نفس الماركة مثال الكولا هاي هاي سيليكسيون او سيليكشن هاي بس ماركة مختصة لفود بايزيكس ومترو سوبر ماركت مترو مش موجودة في المحلات التانية فما بتقدر تعملها بيت دا برايس اوكي فهذا هو الاشيار اما باقي الشغلات اللي هون مثلا لانها ماركات عالمية او ماركات مشهورة فممكن الآن زي ما انتو شايفين فوق في الاعلى البلس وشخص هذا هذا ممكن اعمل شير لهذا الليست تبعي مع زوجتي او زوجتي تعمل شير معاي فاحنا اتنين بنشوف شو بدنا نشتري فبالتالي اذا باشتري شغلي انا هي بتشتريها اش انا بشيلها يعني بكون بيننا زي في شير على نفس البرودكس اللي بدنا نشتريها الان اللوكيشن مهم جدا لانه بعطيك اقرب الاماكن اللي انت موجوده اليك والسوبر ماركتات وبعطيك اللوكيشن تبعها بس في شغلة هلا بدي احكي لكم عنها حلوة اللي هي هون الرجل هذا شفته لما تضغط عليه بعطيك اكاون تقدر تضيف الكروت تبعتك اللي بتقدر تجيب منها بوينت بس بتفتح الكارت بعطيك البار كود تبع الكارت بعملوله سكان غاد وانتهى مش داعي تعمل الكروت فيزيكالي يعني البلاستيكية هاي خلاص كلها صارت في نفس الاب هاي الشغلة مهم جدا بالنسبة لي لانه بجمع كتير بوينت وهاي بستفيد منها هلا فوق زي ما انتم شايفين تقدر تعمل لست من اي تو زد للفلايرز تقدر تعمل تشوف بس الشغلات اللي بتهتم فيها الاكل الالعاب البورجيك مثلا هذا الريستورانز شغلات كتير كويسة هلا اذا انت عاجبك مثلا ريستوران معين او هذا بتقدر تحط عليه زي هون قلب الحب خلاص بصير هذا دايما يطلع لك اول اشي لما تدخل عليه او سوبر ماركت معين الديلز تحت هاي كتير كتير انا بشوفها لانه هاي شغلات مهمة وفعلا ديلز بتكون رخيصة وبتساعدني اني اعمل ديسجن في الشوبينج تابعي فهذا طبعا هو واحد من الابات المشهورة اللي انا بستخدمها دايما في الشوبينج وفعلا بوفر علي كتير احيانا كتير بكون كمان في كوبونز اضافية بيضيف لك اياها اوتوماتيك لما تعمل كليب بيجي لما تروح تشتري مثلا بقول لك في كوبون بيضيفه للشغلية وبتروح بتخصمها من السعر فبطلع كمان ارخص من السعر الموجود في هذا المحل اذا اعجبك هذا الفيديو عمل لايك وسبسكرايب للقناة